بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم لعاخي طلابنا وطالباتنا في جميع مملكتنا الحبيبة معكم الأستاذ أحمد الشهاب مدرسكم لمادة علوم الحاسوب ومؤلف كورس النيرد بداية خير إن شاء الله مع بعض يا أستاذ درجة درجة للفول مارك بإذن الله رح نبلش بالفصل الثاني وأول وحدة عندك هي البوابات المنطقية البوابات المنطقية الأكثر دقة والأكثر أسئلة في الوزارة لازم تكون شارب الوحدة بتمكن الآن أستاذي البوابات المنطقية أنا طالب منك بس تعرف رموز النظام الثنائي اللي أخدناه بالفصل الأول إيش همه؟ زيرو وون بس يعني مافي أستاذ أرقام تحويلات ما نعرف مافي غير زيرو وون مش طالب منك غير هاي الوحدة تكون فهم للزيرو وون الآن أستاذي البوابات المنطقية أول إشي إحنا مع بعض خلينا أنا وياك نعرف شو تعريف البوابات المنطقية البوابات المنطقية يا شيخ أول إشي لازم تفهم لي هي دارة هي إيش هي دارة إلكترونية بسيطة شمالها هي دارة إلكترونية بسيطة تقوم تقوم على إيش تقوم بعملية منطقية على وركز دي على هاي لأنه ممكن في نفس التعريف يسألك هسا بحكي لك إيش ممكن يسألك تقوم بعملية منطقية على مدخل واحد أو وإنزلي على كلمة أكثر وهسا بحكي لك بإيش سألوا في هذا التعريف تمام وتنتج وعندي هنا وتنتج مخرجا واحدا وتقوم بعملية يعني هاي التعريف لازم تقرأ لي لأنه ممكن يسألك البوابة المنطقية هي عبارة عن دارة إلكترونية بسيطة وزارة صادق بنفس التعريف وتقوم بعملية شوف كيف جابوا السؤال على مدخل واحد وشالوا كلمة أكثر كانت نعم ولا بـ 2020 تكميلي مدخل واحد وتنتج مخرجا واحدا شالوا كلمة أكثر نعم ولا لا لا فلازم نفهمها إنه تقوم على مدخل واحد أو أكثر وتقوم به وتنتج مخرجا منطقيا واحدا هاي ملاحظة كمان وزاري سابق ركزتي فيها تتكون الدوائر المنطقية من عدد من إيش؟ من البوابات المنطقية بيجي بيحكيلي المبدأ الأساسي المستخدم في مدخلات البوابات المنطقية مبدأ الصواب والخطأ الصواب لهو بالنظام الثنائي واحد والخطأ صفر إذن أنا قلت لك بالنظام الثنائي زيرو وون إذن الصواب واحد والخطأ صفر والذي يتحكم هاي مهمة تمام؟ بمخرجات الدوائر المنطقية هذا في منص الدرسك كان السؤال زي هيك وقال لك والذي يتحكم هذا السؤال في الآخر مخرجات الدوائر المنطقية لازم تكون شارب منها تمام؟ هسا أستاذي الدارة الكهربائية البسيطة خليها في بالك ممكن يسألك فيها الدارة الإلكترونية البسيطة على إيش بتحتوي؟ على مفتاح ومصباح احفظ ليها هيك مفتاح ومصباح تحتوي على مصباح ومفتاح كهربائي هسا أنا أجيت حكيت لك وهذول من أهم الأشياء لم يردوا وزاريا عند غلق الدارة بوسطة المفتاح المصباح يضيء آه تمثل بالنظام ثنائي بالرمز واحد وإحنا في الوحدة الأولى أخذنا دارة إلكترونية مفتوحة صفر ومغلقة واحد بس هون شو حكيت لك غلق هاي أول إش الدارة بوساطة المفتاح المصباح شو ما له يضيء عشان هيك أنا أملون لك إياها إيش بتتمثل بالنظام الثنائي واحد وخليها في بالك إنه الدارة يوم ما تكون زي هيك تكون مغلقة غلق مغلقة شو بيصير الضو بضيء لكن يا أستاذ عند فتح الدارة بوساطة المفتاح المصباح شو بيصير فيه ينطفئ تمثل بالنظام الثنائي إيش صفر وهاي لازم تفهمها يوم ما يكون الدارة هيك مفتوحة ما في مصدر طيار إذن الضو إيش رح يكون طافي شو ما له طافي مش ضاوي إذن غلق واحد بضوي فتح صفر قديش ينطفئ فهون أنت دايما تخيلها زي كبسة الضو يوم ما تغلق الدارة شو بيصير بتصير واحد يوم ما تكبسها هيك لقد تضو الضو تغلق الدارة أنت شو بيصير بضو الضو يوم ما تكبس الدارة أو تكبس المفتاح الكهرباء لفوق شو بيصير صفر بس على هاي لازم تفهم إنه هاي يعني مفتوحة قديش صفر وهاي مغلقة قديش واحد خليك معي وخلينا نتعرف على إيش أنواع البوابات نبلش فيهم واحدة وحدة نعطيك إيش إيش المهم بكل بوابة وعلشان نكون الفول مارك بإذن الله طبعا حبايدي خلينا نشوف أنواع البوابات المنطقية أنواع البوابات عندي تتقسم لبوابات أساسية وبوابات مشتقة الآن رح أعطيك إيش هم البوابات الأساسية وإيش هم البوابات المشتقة رح نشتغل شغل كل بوابة رح نفصلها على الحال ونشوف إيش الإش المهم فيها الآن أستاذي طلع علي البوابات الأساسية في المنهاج تاعك هم ثلاث بوابات رئيسية تقول لي شو هم؟ بقول لك أول بوابة تسمى بوابة الأنت وثاني بوابة تسمى بوابة الأور وثالث بوابة تسمى بوابة النط آه يعني هنا أنا أحفظهم سهلين and or not شو يسموا خليها رابط في عقلك إن بوابات أساسية طيب البوابات المشتقة أول خطوة دك تفهم لي من وين إجت البوابات المشتقة إجت من البوابات الأساسية أول بوابة تسمى بوابة الناد وتاني بوابة تسمى بوابة النور يا سلام يا سلام مرة ثانية عندي بوابتين ناند ونور بتقولي طب كيف إجت من البوابات الأساسية هس دمجوا النط مع الاند طلع عندي ناند ودمجوا النط مع الور طلع عندي نور يعني اختصار الناند هذا لقدام نط واند والنور نط وور بس هيك إنت يعرف لي لقدام منفصلها أكثر إذن البوابات الأساسية and وور ونط والبوابات المشتقة ناند ونور هيك إحنا فهمنا أنواع البوابات المنطقية بشكل عام يعني ممكن يجي لك سؤال ضع دائرة ورح نحل بنك أسئلة ضخم على كل إشي أنا بحكيه لكن لازم تفهم لي أنه البوابات الأساسية الاند والأور والنط والناند والنور يجي سؤال في أحد دورات الوزارة واحدة من الآتي ليست من البوابات الأساسية كدش عليه كان خمس علامات كانوا جايبين الاند والأور والنط والناند مين هي مش بوابات أساسية وهي الاند يعني هذا السؤال ممكن نلاقيه في الوزارة ويفهم لي مين هم البوابات الأساسية وفرق لي مين هم البوابات المشتقلة خليك معي وخلينا نبلش بأول بوابة من هي الاند نعرفها نفرفطها كاملة ونفرفط الأور والنط ونشوف كيف بيجي السؤال بالوزارة طبعا حبايبي خلينا نشوف أول بوابة معنا هي بوابة الاند بوابة الاند رح أطلق عليها أول إشي هون أنا عيني تطلق بوابة الضرب بوابة إيش بوابة الضرب هسه إجي قلي في الكتاب والوزارة إنه واحدة من البوابات الأساسية فهمنا إنه البوابات الأساسية أند وقور ونط تمام هسه أول تعريف في الكتاب إشبكتو تعد من البوابات الأساسية التي تدخل في معظم الدوائر المنطقية هاي ببجاية التعريف عندي في كل بوابة مسمى ورمز جدوى الحقيقة آلية عمل وشغلة في الدارة الكهربائية هسه الدوائر الكهربائية ما فيش عندي غير في الاند والأور فقط تمام هسه أول خطوة شو مسمى الاند في الإنجليزي؟ هاي اند بالإنجليزي بالعربي هي بوابة و المنطقية إذن بوابة الاند شو مسمىها؟ بوابة و المنطقية رمزها أو رسمتها رمز أو رسمة بوابة الاند حسب آخر حرف شو بتحكي لآخر حرف؟ هي دي صح؟ إذن رمز بوابة الاند هي دي لها مدخلان ومخرج واحد إذن إحنا في التعريف حكينا هي دارة إلكترونية بسيطة تقوم بعملية على مدخل واحد أو أكثر وتنتج مخرجا منطقيا واحدا عشان تكون بالصورة كل البوابات المنطقية تخرج مخرجا واحدا تمام يا حبايب؟ والله مية المية طيب شوف كيف بدي أنا أفوت لك حب بحب في المادة تمام؟ لو حطيت لك هنا X و Y وهنا Z أول خطوة لازم تفهم إنه هاي مداخل البوابة وهاي شو اسمها؟ مخرج البوابة إذن أول إشي ممكن يسألك فيه يجيب لك بوابة زي هاي يحكي لك يشير الرمز X و Y إلى مداخل بوابة مخرج عاكس شوف كيف السؤال؟ أنا بحكي لك كيف السؤال ممكن يجي فالإكس و Y على إيش بيشيره لمداخل البوابة؟ مداخل إيش؟ البوابة وبقول لي يشير الرمز Z لإيش يا أستاذي؟ يلا فهمني لإيش؟ لمخرج البوابة فممكن يقول لك إيش بيشير الرمز X إذن مخرج البوابة هاي من الكتاب مكتوب لك ملاحظتين زي هيك لم ترد وزاريا ممكن يجيب لي بوابة زي هاي يحكي لي يشير الرمز X و Y لمدخل مخرج نفي بوابة يعني في الآخر ممكن نص الطلاب شو يقوله؟ بوابة هس هاي يشير لمداخل وهاي لإيش؟ مخرج هاي أول إشي لازم نفهمه طيب قال لك أنا بدي جدول الحقيقة لهاي البوابة اللي الصغيرة شوف جدول الحقيقة إلو قانون ورأ أعطيك درس كامل لإلو رح ليجي يحكو لك إنه والله بحفظ لا أنا ما بحفظ أستاذي بس أنه أنا بحب الطالب إنه يأخذها بطريقة يفهمها بسرعة هس أنا عندي X و Y و Z شوف علي دائما المدخل العلوي وعندك المدخل السفلي وعندك المخرج هي الجدول الحقيقة تمام؟ هسا أجيت حكيت لك الـ X و Y المداخل لو كانت A و B شو رح تكون مداخل ثابتين بتقولي شو هو الثابت؟ هو واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر هذا يا أستاذ ثابت الحكي هذا ثابت بكل البوابات اللي هي عبارة عن إيش؟ مدخلين هسا واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر هاي البوابة شو سميناها؟ بوابة الضرب يلا نضرب أنا وإياك واحد ضرب واحد واحد وأي إشي ضرب صفر صفر إذن واحد ضرب صفر 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 ضرب واحد صفر وصفر ضرب صفر صفر واضح لهون واضح مرة ثانية جب لي x y تمام و z مثلا نقل لك ايش جدول الحقيقة لهاي البوابة الصغيرة بقول له والله هاي المداخل وهاي المخرج المدخلين دائما المدخلين ايش هم ثبتات و 1 1 0 0 1 0 1 0 بوابة الان بوابة ايش الضرب خليها في بالك هاي تمام هسا لو قل لي اعطيني العبارة التي تمثلها البوابة اللي الصغيرة هاي شو العبارة اللي بدي اطلع العبارة تاعت هاي البوابة بس هس هاي رح تكبر رح تصير بوابة 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 لكن انا بدي بس العبارة هاي البوابة اللي الصغيرة دائما ببلش بالمخرج شو المخرج موجود z صح بتنزل ل z يساوي مرة ثانية استاذ حط لي m هون ما بدنا نحفظ لا بدي تفهم حط لو حط لك m عند المخرج بحط m يساوي المدخل العلوي بوابة المدخل السفلي ننترجم اللي حكيته في عبارة كيف بدنا نبلش ايش موجود في المدخل العلوي بتقول لي اكس طب شو هاي البوابة اند صح اند الواي فهمت عليك كيف طلعت اذا ز تساوي اكس عند الواي هيك بتنقرأ تمام تمام طيب مستاذي آلية عمل بوابة مين بوابة الاند آلية العمل شوف انا ما بديك تحفظها انت هسا فهمت كيف بدي يطلعه جدول الحقيقة شايف جدول الحقيقة انا بدي اعلمك كيف تطلع آلية العمل من جدول الحقيقة تجي بتحكيلي تعطي بوابة الاند مخرجا قيمته واحد اذا كان كلا المدخلين ايش عندك واحد فقط اذا هون بتعطي واحد اذا كان كلا المدخلين واحد وفقط وكلمة فقط هاي اجت في امتحان هسا بحكي لك شو يعني فقط بس نمشي في البوابات هسا انا بس اجي اقول لك ايش اللي بعدها وتعطي صفر متى انت اللي ورا ورا الكاميرا احكيلي متى بتعطي صفر اذا كان كلا المدخلين او احدهما صفر مرة ثانية تعطي واحد اذا كان المدخلين واحد ومتى بتعطي صفر اذا كان كلا المدخلين او احدهما صفر اذا تعطي صفر متى يا شيخ بتقول لي اذا كان كلا المدخلين او احدهما يساوي ايش يساوي صفر اذا هاي ممكن جيب لي اياها كتاب في الامتحان مين البواب اللي بتعطي واحد اذا كان كلا المدخلين واحد فقط لازم افهم انه اندو بس اجيلك لهذا السؤال باعلمك كيف تحط جدول حقيقة وهمي وتطلع اسم البوابة اذا متى هاي الية عمل و مخرجات وكلمة مخرجات فيه باسئلة الفصل مقارنة بين بوابتين وكلمة مخرجات محطوطة في الكتاب فهو انا بحكي تعطي واحد اذا كان كلا المدخلين واحد وتعطي صفر اذا كان كلا المدخلين او احدهما ايش صفر فهاي الية عمل او مخرجات بوابت الانت عندي ملاحظة واحد وملاحظة اثنين من اهم الاشياء اللي موجودة في الكتاب بقولي تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل بوابة مين الان بمفتحي توصيل في وضعية التوالي اذا تحت الضرب اكتب لي هون انه الان توالي لكن هاي كيف بجيب هالسؤال بقولك تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل بواب الانت وبوقف بمفتحي توصيل في وضعية التوالي ممكن يحطك في الامتحان مفتاح فلازم تفهم انه مفتحي توصيل في وضعية التوالي 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 يعني جم بعض تمام؟ يعني هاي رسمة الانت كيف رسمة الانت؟ على التوالي على ايش؟ على التوالي وعندي بدليل المعلم هاي بالكتاب الرسمة تمام؟ وبدليل المعلم بقولك في الانت رسمة اخرى من هي اللي هي زي هيك؟ خليها في بالك يا أستاذ هاي كمان من بين الأسطر اثنين شوف شو حاطين لك؟ يضيء المصباح عندما يكون كلا المفتحين في حالة إغلاق فقط هاي ايش اسمها البوابة؟ انت هيك السؤال ايبي يجي إذا نرتب أفكارنا في الانت أول إشي اسمها بوابة و تدخل في معظم دوارة منطقية وبوابة أساسية رمزها دين لها مدخلين ومخرج واحد هاي هناكس والواي مداخل والز مخرج جدول الحقيقة قلت لك حسب الإشي الموجود ايكس والواي اي و بي منحط الايكس والواي او الاي و البي المداخل ثبتين في الور في الانت في النانت في النور 1100 1010 بدك تحفظها احفظها هاي البوابة اطلقنا عليها بوابة الضرب فاي اشي ضرب صفر صفر صح فواحد ضرب واحد واي اشي ضرب صفر صفر قلية العمل منطلحها من خلال جدول الحقيقة دوله متى تعطي واحد اذا كان كلا المدخلين واحد وتعطي صفر اذا كان كلا المدخلين واحدهما صفر هاي الشغلات الان توالي تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة إيش أند مفتحي توصيل في وضعية التوالي مضيضي المصباح عندما يكون كلا المفتحين في حالة إغلاق إيش فقط ولازم نفهم إنه هاي رسمة الأند وهاي التوالي جنب بعض هسا ما نفرقها معي الأور كيف رسمة الأور إن شاء الله تكون الأند بجميع حالاتها وبجميع أسئلتها إفهمتها مية بالمية خلينا نفرع الأور زي هيك وإيش ممكن يجي أسئلة عليها اتمكن وإن شاء الله بنفرح بنجاحك ولا تنسى بعد هذا كله رح نحل بنك أسئلة علشان نعرف كيف السؤال إيبي يجي تمام أستاذ خلينا نشوف بوابة الأور الآن حكينا بوابة و تدخل في معظم حكينا دي هاي كله شغلات هس رح نشوف إيش هو الأور برضو هي من البوابات الأساسية صح؟ هاي فهمناها كمان هي بتدخل في معظم الدوائر المنطقية شو اسمها هسل أند و الأور أو الأور بوابة أو المنطقية طيب رمز أو رسمة البوابة هاي رسمة كمان تمام رمز أو رسمة بوابة الأور هي مثل الهلال يعني كيف؟ يعني فيه إلها عكف شوي وإلها بطل برضو لها مدخلين هاي مدخل واحد ومدخل اثنين ولها مخرج واحد إذن هنا أنا عندي مدخلين ومخرج واحد واتفكت أنا وياك في الأند إنه هون لو جب لي إكس وواي وحط لي هنا زد هدول إيش اسمهم؟ ممتاز مداخل البوابة وهذا شو اسمه؟ مخرج البوابة فهاي أشياء لازم تتعود عليها إذن المداخل شو اسمهم؟ إكس وواي طب حط لي أو بي برضو مداخل البوابة المخرج شو اسمه؟ زد طب لو حط لي أم طلع إيش؟ مخرج إذن خلينا نكتب زي ما هو مكتوب بالكتاب يشير الإكس والواي لإيش؟ لمداخل البوابة ويشير هيا نكتبها ويشير الزد لإيش؟ لمخرج البوابة هس هنا لو قال لك العبارة المنطقية التي تميز هاي البوابة إيش العبارة؟ العبارة حكينا لك بتبلش في المخرج إيش موجود في المخرج زد إذن شو اتفقنا؟ زد يساوي ممتاز المدخل العلوي بوابة المدخل السفلي هس أبلش لي إكس شو البوابة؟ أور أور إيش؟ أور الواي هذا هو كل الأمور طب جدول الحقيقة قلنا لك ثبتين صح؟ يلا أنا وياك هاي إكس شو جنبها؟ واي شو جنبها؟ زد قلنا لك الإكس والواي ثبتين صح؟ إيش هم؟ يلا واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر أيوة الآن بوابة الضرب طب الأور أكتب لي عندها هون هي بوابة الجمع بوابة إيش؟ الجمع طيب هس هون لو قلت لك شو يعني بوابة الجمع؟ هس أنا يوم ما أجي أحكي لك واحد زائد واحد رح أحكي لسنين وممكن طالب يقول لي عشرة لكن في البوابات بمون عليك حرفوا رياضيات تمام؟ واحد زائد واحد في البوابات واحد هس أنا ما بحظة إنه والله واحد بس عشان أنا ما أجي أعطيك هيها على الدارة الكهربائية وتتعب نفسيتها لا خلص واحد زائد واحد في البوابات قديش؟ واحد واحد زائد صفر واحد صفر زائد واحد واحد صفر زائد صفر صفر حرفوا رياضيات في البوابات المنطقية واحد زائد واحد اعرف لي انها واحد تمام تمام هسا هنا اجيت حكيت لك شغلة آلية عمل آلية عمل أو مخرجات أو ايش أو مخرجات طيب انا وياك خلينا نطلع آلية العمل الزلم الصح ممكن يطلع لحاله آلية العمل هسا بقوله تعطي بوابة أور صفر متى عندما يكون كلا المدخلين صفر آه مرة ثانية تعطي بوابة أور مخرجا قيمته صفر إذا كان كلا المدخلين صفر فبدأك ترجم اللي حكيته كتابي هي تعطي بوابة أور مخرجا قيمته صفر متى إذا كان كلا المدخلين شو يساوي يساوي صفر ممتاز يساوي صفر ويتعطي بوابة أور مخرجا قيمته واحد واحد احكي لي متى انت إذا كان كلا المدخلين أو أحدهم واحد إذا كلا مدخلين أو أحدهما شو يساوي يساوي واحد تعطي بوابة أور مخرجا قيمته صفر إذا كان كلا المدخلين صفر وتعطي واحد إذا كان كلا المدخلين أو أحدهما إيش واحد هسا هنا نفس الإشي في عندي إشي مهم واحد وإشي مهم اثنين طيب نيجي أنا وياك نشوف شو مكتوب بقول لك تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل الأور لمفتحي توصيل في وضية إيش التوازي نرجع حيناك إيش كان توالي الآن توالي طب هون اكتب لي إنها على التوازي التوالي جنب بعض التوازي فوق بعض في علا درس كامل عن الدارات الكهربائية لكن هس أنا اللي بهمني إنه ممكن نجيب لك إياها هيك وهسا بسنحل ضع دائرة بقول لك تتذكر تستطيع تصميم دارة كهربائية تمثل الأور بمفتحي توصيل في وضعية إيش التوازي برضو هون قلنا أنا في طلع نرجع هون طلع علي هسا هون إجيت حكيت لك يضيء المصباح عندما يكون كلا المفتحين في حالة إغلاق فقط طب نرجع على نرجع على الأور بقول لك حيث أن المصباح يضيء عندما يكون أي من المفتحين أو كلاهما في حالة إغلاق هسا رسمة الأور في الكتاب هي هاي فوق بعض لازم يكونوا زي هيك هسا هذا الأور بشكل مختصر لها مدخلين ومخرج واحد مثل الهلال هاي مداخل هاي مخرج جدول الحقيقة عرفنا كيف نطلعه وآليتي العمل عرفت كيف أطلعها وهاي بدك تكتبها وتعرف لي إنها في مفتحين ها هو الإشي توضيت إيش التوازي والمصباح يضيء متى في الأور تحكي لي عندما يكون أي من المفتحين أو كلاهما في حالة إغلاق بس بالآن عندما يكون كلا المفتحين في حالة إغلاق فقط هاي وزاري صابق كل اللي بحكي إيجا في الوزارة وهسا منشوف كيف بس نحل ضع دائرة أنا وياك منشوف كيف السؤال ممكن ييجي على كل هاي الأماط ضايا اللي عندي في الأساسي بوابة وحدة هي بوابة النط من أسهل البوابات الموجودة إذا مسميات خلينا نشوف شو هم خليك معي خلينا ندرس بوابة النط تمام حبايب خلينا نشوف البوابة الأخيرة في البوابات الأساسية اللي هي بوابة النط هسا هي نفس الإشي تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية التي تدخل في معظم الدوار المنطقية تسمى بوابة العاكس بوابة إيش العاكس ممكن يسألك سؤال مين هي بوابة العاكس اللي هي النط هذا سؤال ممكن يجي وممكن يكتب لك في الامتحان هاي الكلمة الانفيرتر هسا هالانفيرتر بس شوفها الطالب بصير يقول لك آه شو هذا تقلبة إنجليزي لا أستاذ هي بوابة العاكس ونفس العاكس هي إيش انفيرتر طيب هسا شو يعني عاكس يعني بتعكس أنا عندي في النظام الثنائي شوفي عندي صفر وواحد يعني بقول لك ليش هيك سميت هي بوابة العاكس لأنها تعكس الناتج يعني لو أعطاني صفر بتصير واحد ولو أعطاني تعكس كمان الناتج لو أعطاني واحد بتصير صفر يعني عكس الواحد صفر عكس الصفر واحد هذا هو النط طيب لو قلت لك هنا أنا عندي نزلك إياها هون لو حكالك اللي هي رسمة أو رمز البوابة رسمة أو رمز البوابة اللي هي زي هيك لها مدخل ومخرج واحد مين اللي لها مدخل ومخرج واحد اللي هي النط فقط تمام طيب لو حطلك هنا زد وحط لك هنا اكس شو بقوله زد تساوي نط الاكس نط ايش نط الاكس اذا ما باجي بحكي اكس لأ نط الاكس انها لما تخل لها مدخل ومخرج واحد طيب لو قل لك الاكس لايش بشير لمدخل والز مخرج اذا يشير رمز اكس للمداخل والز للمخرج تمام ها رح اكتب لك اياها يشير الاكس لايش للمدخل ويشير الز للايش للمخرج خليها في بالك استاذ تمام والله مية المية طيب خلينا نقسم لك اللي كان موجود هون جدول الحقيقة جدول الحقيقة يا استاذ اللي هو عندي اكس واي فانا بحط اكس وز تمام حكيت لك هنا لو اعطاك هنا واحد شو عكسها بقول لي صفر طب لو اعطاني هون صفر شو عكسها واحد اذا بتعكس ايش القيم المعطيك اياها عكس الواحد صفر وعكس الصفر واحد هذي هي بوابة النط فيها دارة كهربائية لا ما فيها اذا هون مرة ثانية سهلة جدا النط تمام بس هي اللي بدها شغل النط والاند والاند والأور والناند والنور بدهم شغل كويس لكن النط من اسهل البوابات وممكن يسألك ليش سميت عاكس لانها تعكس النتيجة اذا كانت صفر تعطي واحد اذا كانت واحد تحت صفر اجت فيه امتحان وزارة ليش سميت البوابات العاكس بهذا الاسم او كان ليش سميت في بوابة المتمم المتمم بتجبر البولي في اخر الوحدة الثالثة هيك احنا خلصنا النط والاند والأور هاعطيك مسائل على شغلة بعدين نفوت نحل البنك الاسئلة الضخم بده اياك تخلص من هاي الشغلات وتكون متمكن على ارض صلبة لانه اللي بعده كله معتمد على هذا الحك خليك معي خلينا اشوف كيف ممكن يجيب لي بوابة ويقول لي شو ناتجها وهي موجودة نشاطات في الكتاب تمام حبايب خلينا نشوف شو ممكن يجي نشاط في الكتاب هذا اول البوابات المنطقية اكيد يجد ناتج كل من البوابات الاتية وهنا نجد قيمة في البوابات الاتية كيف يجي بيجي ضع دائرة هسا بحكي لك بسمح البعض دائرة هسا هون خلينا نتذكر انا ويا كملخص سريع هذا ايش ملخص سريع سمينا الاند ضرب وهي مثل دي طيب الور جمع ونط شو اسمها عكس او عاكس تمام طيب هسا هون بدي اجي على البوابات نشوف انا وياك مين الاند ومين الور ومين النط نتعامل هيك مع السؤال هسا هاي دي شو الاستاذ حكي لي اند طيب شو هي اضرب شفت كيف الامور واضحة طيب الور جمع والنط هاي عكس تعامل معاها زي هيك هسا ارجع احكي لي واحد ضرب صفر ساوي صفر فقط هيك هذا هي هيك طيب طيب واحد زائد واحد قل لك الاستاذ حرفوا الرياضية شو بتساوي في البوابات واحد طيب هاي عاكس عكس الواحد قديش صفر اذا بس هيك او بس هيك طيب هون جت قيمة زد في البوابات الاتية بس اشوف سؤال زي هيك في الوزارة دائما بعوض زد قيمتين الصفر والواحد رد علي علشان ممكن بوابة منهم رح يزبط القيمتين بقول لي كيف هاي بوابة الآن ضرب وهاي القر جمع وهاي الآن هاي ضرب وهاي عكس طيب اشتغل زي ما بحكي لك بدو زد تساوي وبدو زد تساوي وبدو زد تساوي وبدو زد تساوي هاي حكيت لك هون عوض الزد القيمتين اللي هم ايه الصفر والواحد اتع الانويات لو قلنا بدو اخذ في الزد صفر واحد ضرب صفر صفر تثبت لا و الله ما تثبت لو حطينا واحد واحد ضرب واحد شو بتساوي واحد اذا زد تساوي واحد مرة ثانية استاذ بعوض القيمتين عوض الصفر واحد ضرب صفر شو بتساوي صفر تزاب ضفط معاك في الناتج لا طب حط واحد ضرب واحد وساوي واحد اذا زد يساوي واحد. عوض القيمتين هنا و مرة صفر و مرة واحد. خيب. هاي جمع واحد زائد صفر واحد و واحد زائد واحد واحد. اذا هاي بدي اكتب له في الوزارة القيمتين صفر و واحد. نيجي علي بعده. هاي ضرب. اذا هون بدي زد. الاستاذ حكى لي بعوض القيمتين الصفر وال واحد. واحد ضرب صفر صفر. طب عوض اللي بعدها بلاش ما تكون بدي القيمتين واحد ضرب واحد واحد ما ضبطة. اذا ايش رح اخذ ذد تساوي صفر. طب تعلي هون. هاي عاكس. اعكس الصفر. كده ايش رح تصير واحد. بالله ما هي سهلة جدا. يعني هاي البوابات موجودة في نشاط في الكتاب. فدائما كنصيحة حول الآن ضرب هاي الملخص والأور بلس. والنط عاكس. هاي ملاحظة هام في البوابات. بس يجيب لي اشكال زي هك. خليك معي. افتح الدسية. خلينا نحل البنك الاسئلة. حلو لحالك. وتطلع علي كيف بحلو. خلينا نشوف مين رح يحلو مية المية. اشتركوا في القناة.